السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبه عاملين ايه يارب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسطر وسعادة وراحة بال النهاردة في مشيئة الرحمن هنعمل حواوشي كريسبي جدا وخطير ينافس طبعا الحواوشي بتاع الجزارين مقرمش من بره جدا جدا ومن جوه جوسي كده وخطير وحنقول التركات والأسرار بتاعت الجزارين لما بيعملوا الحواوشي وبيبهرون بتعمه الخطير وهنعمله بقى في البيت بنضافة وبطعامة محصلتش وهنقول على كل التركات اللي بيعملها الجزار ونسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمل الطعامة والجمال ده ازاي بمنتهى البساطة وبالشكل الطحفة اللي احنا شايفينه ده وهيطلع كمان طعمه وهمي نسمي بالرحمن كده ونشوف على طول الفيديو بتاعنا هيمشي ازاي اول حاجة بجيب نص كيلو من اللحمة طبعا لحمة مفرومة زي ما احنا شايفين علشان ما نفرومش في البيت ونتاب نفسنا السر الاول اللي انا بحطه ده اول حاجة بنحط معلقتين كبار من الدوش او الدهن او اللية لو متوفرة مفرومها في الكبة كده وانزل بيها على اللحمة وهنزل بنص معلقة من الملح والفلفل والهي للبودر المحبش وراء اللورة وكمان نص معلقة من الكزبرة وازبط الملح بتاعي كده تمام جدا انا مش بحب ازود في البهارات قوي على الحواوشي علشان احس بتعم اللحمة تاني سر بقى وهو البصل البصل لازم تبقى كميته وقد كمية اللحمة بالزبط يعني عاملة نص كيلو لحمة تحطي نص كيلو بصل كيلو لحمة كيلو بصل وده السر التاني من اسرار الجزارين وهننزل كمان بفلفل الوان وهريسة شطة او شطة لو متوفرة انا كانت مش عندي شطة ضفت معلقتين كده من هريسة الشطة عشان تبقى سبايسي وخطيرة ابتديت بقى كده افرم البصل بتاعي في الكبة اعايز افرمه فرمي ناعم علشان اللي ما بيحبش البصل يبقى باين في الاكل يبقى البصل ما يديقوش بعد ما البصل اتفرم بنزل بالفلفل بقى الالوان اللي عندي اي نوع فلفل اي حطي انا عندي الفلفل الاسباني الطويل ده وعندي الفلفل الرومي الاخضر برضو ضفتهم وضفتها ريسة الشطة فرمت البصل بقى والفلفل زي ما احنا شايفين هنزل بكل المكونات على اللحمة بتاعتي والتوابل وقلبهم تقلبتين تلاتة كده مع بعض علشان اخلط كل المكونات زي ما احنا شايفين ما شاء الله الطريقة دي سهلة جدا وهتدي معاكي نتيجة روعة وهتاكل حواوشي طعمه رافي جدا علشان اخلي بقى المكونات بتاعتي تتجانس كلها مع بعض هاخدها كده لفة في الكبة الخليط بتاع الحواوشي لفة واحدة كده بحيث كل المكونات تداخل مع بعضها وتتجانس ودي افضل طريقة طبعا وهرجع تاني بقى افضيها في الطبق بتاعها واخدها اسيبها ترتاح في التلاجة عشر دقايق ربع ساعة لحد ما يجي اسويها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن على الريحة تحفة جدا هنجيب بقى الخبز بتاعنا على ما ترتاح اللحمة في التلاجة شايفين الخبز معي الرجيف بقى يا دوب قد كافة الايد الله المستعان هنبتدي نفتحه باي طريقة ممكن تفتحه بالمقص زي ما احنا شايفين او بايدك بالطريقة دي الطريقة اللي تناسبك او تريحك اعمليها يا دوب احنا عايزين بس ناخد من طرف الرجيف حي بسيطة جدا على قد الايد ما تدخل جوه الرجيف سعش الفتحة قوي علشان الحشوة ما تقعش وإحنا بنقلب او بنسوي الحواوشي هخلص بقى الارغفة اللي عندي كلها الخبز كده تفتيح واحضره علشان احشي بقى اللحمة خرجت اللحمة كده او الخلطة بتاعت الحواوشي من التلاجة بعد ما استريحت كده شوية معي هبتدي بقى احشي الرجيف واسمي بالرحمن كده واخد الكمية بتاعتي ممكن تقسيمي اللحمة اللي عندك على قد عدد الارغفة او ممكن بالنظر كده تقسيميها برضو كل الرجيف على قد التاني علشان تبقى النسبة كلها متساوية وحاولي تكوني كريمة شوية وانتي بتحطي الحشوة عشان تبقى متغمسة كده وطعمها حلو وفي نفس الوقت برضو ما تزاوديش الكمية قوي علشان تبقي ضمنة ان اللحمة مستوية جوه الرجيف بعد التسوية لان لو اللحمة زادت قوي عن اللزوم ممكن ما تستويش وتبقى طعمها مش قلطة في حاجة دي بقى مرحلة التسوية بجيب طاصة كده وانزل فيها بمعلقتين من الزيت وابتدي انزل بالعيش بتاعي بديهينه كده بمعلقة مستامنة البلدي لو متوفر او بالزيت وابتدي اساوي بقى من الجنبين لحد ما ياخد معي اللون الخاطير اللي احنا شايفينه ده اللهم بارك انا بساويه في طاصتين علشان انجز في الكمية والحواوشي كلها تخلص في وقت قليل علشان تبقى كلها سخنة كده وقت الاكل مش اطول في الوقت والحواوشي تبرد معايا شايفينه اللهم بارك اللون صحة جدا وما نفاش من وقت الكمية وانا بسوي كده الحواوشي اللي اضغط عليها علشان خاطر لا اتطمن ان نفاش اي ثويل في اللحمة جوه وانها استوت بالكامل وتبقى طعمها مميز كده ورحتها خطيرة شايفينه اللهم بارك اللون في منتهى الجمال الارمشة بقى يعني اسمعوا معايا الصوت رائع جدا جدا واللحمة مستوية من جوه واخر لزازة اللون تبارك الرحمن جلد جدا وكريسبي على الاخر انا خلصت الكمية بتاعتي زي ما احنا شايفين باسهل طريق التسوية وكمان بلون تحفة وشاكل مميز جدا هبتدي بقى قطع كده زي ما احنا شايفين بالمخرطة كده ممكن تقصيها بالمقصة او تقطعيها بالسكينة شايفين معايا الارمشة اسمعوا الصوت كده رزبي جدا 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 من برا ومن جوه جوسي وحنشوف من مع بعض كده اللهم بارك شايفين الطروة بتاعت اللحمة من جوه تجنن وارمشة الخبز من برا روعة جدا يعني الحواوشي متكامل زي ما بنجيبيه من برا بس مع اختلاف بقى ان فيه نظافة ومتأكدة ان كل حاجة عاملاها صح وغسل الخضر بتاعك كويس جدا وكمان رحته تحفة كده في البيت حاجة اللهم بارك واقتصادي كمان عن ما هتشتري من برا اي كمية هتكلفك كتير جدا قدميه بقى بالشكل اللي يعجبك انا حمرت جنبه بطاطس شيبسي كده وعملت صلاة الطحينة وقدمته بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع صلاة خضرة وكان في منتهى اللزازة ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة عن الحواوش البيتي اللي بينافس حواوش الجزارين وقلنا التركات اللي هتخليه جوسي من جوه ومقرمش من برا وطعمه في منتهى اللزازة اتمنى النهاردة يكون الفيديو نال اعجابكم ولو عجبكم الفيديو وصلتم معي لحد هنا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل وتعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا شير كتير علشان الكل يستفيد وان شاء الله نتقابل في كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته